طيب، دي طبعاً لقطات ليكم مع بعض في أرض الملعب سواء أنت واحد أو صلاح السنة اللي فاتت، ده دور السنة اللي فاتت، ماتش الاتحاد مظبوط وكان ده مباراة قبل ماتش الزمالك مهمة وكنتوا بجربوا فيها مظبوط، ماتش الجيش قبل ماتش الجيش صح؟ مظبوط يعني، يعني ما شاء الله، وعايز أقولك كمان أنت في كميزة كماني عبدالله أنت يعني من اللعيبة اللي يتمناها يمدرب في الملعب ربانا خليك كابتان عيسا، لماذا؟ لأني باش أقولكش الكلام ده لأقولك ده حقيقة، ليه؟ أولاً على المستوى الفني مشألة أنت معد طويل معدش دي موجودة يعني أنا ببصع يعني في القماشة اللي موجودة كلهم محترمين وكلهم لعب أكبر بس ذكر العرف أن المعد بيبقى هو الصغارين فعلاً موجودة عندنا في النيادي الأطوال متواصل فأنت على الشبكة مش نوض الضعف مظبوط بالعكس ده أنت قوي على الشبكة حاجة تانية أنت كنت تضارب فأنت عارف الدريب عايز الكرة فيها وكمان معلش أنت لعبت مع جيل يعني متعدد المواهب سبق سبعك وجيل أنت جيلك وجيل بعدي منك فأنت عندك خبرات وبقت من النظرة يعني تشوف اللعيب ده في جيل كمان جيل 82 جيل 82 ده كان جيل مين تفتكر مين؟ كان ساعتها عمر طاق دكتور عمر طاق وأحمد حامد وأشرف ومحمد صلاح وأحمد صلاح ويعني جيل تشوفه لا ممتع وأي من فؤاد لا جيل ممتع تتفرج عليهم يعني هم حظهم اللي هم يعني بطلاتهم من كانت بتيجي ما حصلش احتكاك زي اللي حصلين قلتوا حددك السنائتين احنا عملنا فيه مرشوط ومعسكرا يفروا معنا الجيل ده لو كنخد نفس الجرعات كده هو كان يبقى حاجة كبيرة جدا فنية عالية مهاريين حاجة محترمة جدا الصراحة طيب خلينا أرجع بقى لكابتن شط انت كنت عايز تحكي لي موقف كومي دي كده حصل الحكومي الانتخابات السنة مش الانتخابات دي لها اللي قبلها اللي هي كانت من أربع سنوات مش دي اللي فاتت مزبوط خلصنا الانتخابات قعد مع كابتن نور بعدها بيومين قعدنا مع كابتن نور فدخل كابتن شط فبيسلم علينا فكابتن نور قال له بلدياتك فسلم علي ازاك يا ولد اعمل يا اخبارك ازاك كابتن ازاك حلالك فطبعا انا بلدياتك عشان اسوار مزبوط مزبوط وصمري كمان فقالت له يا كابتن كابتن نور كان عارف الموضوع فقال له اسمع بقى كابتن شط الموضوع من عبد الله عايز يقولك حاجة فطبعا بكلمه فبقول له يا كابتن شط انا حصل كذا 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 وكنت معاك في الاختبارات وحادتك مشيتني فقال لي انا كل واحد بشوفهم يقول لي انا مشيتك فقال له يا كابتن حصل كده فقال له باسم الام ما شاء الله عبد الله ملعابك كويسين طبعا فقال لي شوفت انا كان عندي نظر ازاي مشيتك نذكور عشيتك كويس بالطائرة عملتلك جنيلة طبعا مزبوط وهو ناسي خالص طبعا ناسي طبعا بس ده انا اطلع من القصة التي حكيتها دي بحاجة ان النادي اعلي كان اسرة واحدة مزبوط وما زال اسرة واحدة طبعا يعني ايه يعني من قديم الازل شوف كابتن شطة اسم كبير وما نفسلك يعني دي دي للك النادي الاهلي منذ القدم هو اسرة واحدة مزبوط ومزال مزال حتى الان ده حظك زي ما حظك عارف كل المدربين عارفة بعضها كل المدربين حبايب كل المدربين صحاب كل المدربين بعد ما خلوص تمين عادين مع بعض كلهم يعني احنا اسرة واحدة طبعا سواء اللعيبة سواء مدربين طبعا وشوش بتقابل وجوي بتقابل كل يوم طبعا